السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم عودة على جملة من الأخبار المهمة والتصريحات الجديدة وأخبار عن إيقافة جديدة لنقابيين تعرفوا بأنه في ساعات الماضية فما برشة حديثة على اتحاد شغل النقابيين شنو وصاير في برشة بلايس وفي برشة يعني نقابيت الأستاذة وفق الشيد لأنشطة سياسية والحقوقية هي محامية تعرفوا بأنه دي ما تعطي تصريحات على اتحاد شغل وتوجه حدث اتهامات حتى لأعلى القيادات في اتحاد شغل والنقابيين خاصة بجهة سفيقس اليوم أستاذة وفق الشيد لي تعلن عن إيقاف نقابيين جدد معناها وتنشر فيديو لرئيسة سمحوني لوزيرة العدلة سيدة ليلى جفال وتقول لا حصانة بعد اليوم يعني طبعا تحكي على النقابات واتحاد شغل وكل تقول انتهى زمنة بوريب والإفلات من العقاب بأمر من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال تم الآن إيقاف اثنين من النقابيين بولاية زغوان وولاية تطوين تورط في ابتزاز رجال أعمال وتقول يعني وتوجه نداء إلى كل رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات تقول الرجاء من الذين تعرضوا للابتزاز والمظالم من قبل النقابيين أن يتوجهوا بعريضة إلى وزيرة العدل هذا لدي توجه الأستاذة وفي أشيدلي رسالة شنوها تقول تنشر صورتها وتقول جيت في الوقت الغير مناسب وخيتي يحصر على زمان بوعنبا وقت كانت الدولة ضعيفة ولكلوشارات مستقوية عليها برأة زيزتي لبلادك وخوذ الدرس متوينسة ورئيسهم تقولها تونس برغم كل الأزمات والتضييقات ستبقى سيدة والسيدة لا رجوع فيها إكراما لأنفسنا ولأجدادنا الذين بذلوا الدم لتحريرها في سيلة في الصميم نرجع نحكي شوي على بقية القضايا تعرفوا بأنه بشير العكرمي وكيل جمهورية الأسباق والقاضي المعزول في حالة صحية حارجة والتعرض لهستيريا ونوبة هستيرية مما أدى إلى نقله إلى مستشفى الرأسي كانت الأستاذة وفي أشيدلي وجهت نداء إلى وزير الصحة وحملته مسؤولية قتلوا أنت تتحمل مسؤولي تحيات بشير العكرمي لأنه هو صندوق الأسود وراه فيما احتمال كبير أنه تم قتله للتخلص منه ومن الحق أقل يكشفها وخطر هو يعني وقت يتحط قدام الأمر الواقع وعرف روحه بش يواجه التهم مختيرة ياسر دخل في نوبة هستيرية كاملة مش يواجه المصير متاعه ما عادش لفهم مشكون يحميه ولا نهضة يحميه ولا الغنوش ينجم يحميه ولا حتى حتى ينجم يحميه اللي صار هو أنه حذرت الأستاذ وفاء الشيدي من أنه يمكن قتله للتخلص منه الكلم هذا يأيد الأستاذ عماد بن حليم الأستاذ وفاء الشيدي موسين دالي قيس سعيد والي مسار 25 جوليا الأستاذ عماد بن حليم معارض شنو يقول على القضية هذه؟ تقريبا نفس التوجه مع الأستاذ وفاء الشيدي يقول يلزم توفير حماية خاصة لبشير العكرمي لأنه فمشكون عنده مصلحة في موته ما نعرش من قبيل الصدفة من قبيل التحليل يحكي في نفس الكلم مع الأستاذ وفاء الشيدي أما أنه ربما فم معلومات ولا تخوفات وإلا ما نعرش شنو التفاصيل بضبط آماد تقريبا في نفس الانتجاه خوفا من أنه يتم التخلص من بشير العكرمي للتخلص بالتالي من الحقائق اللي يعرفها والملفات لأنه إذا كان هو بش في الأخر بالكل بش يواجه مصير قضايا ومتعلقة بشي تكريب العيد وقضايا أخرى ومعناها متحوز على محاضر بحث وعلى قضايا وكل شي فهذا معناها عارف روح على شنوها قاد بالتالي وقتها بش يحكي كل شي على كل نقد وفي متابعة للملف هذين نمشي بكم إلى تصريحات جديدة لعميد المحامين التونسيين الأستاذ حاتم امزيو حكيه على القضاء وحكيه على الوضع القضائي في تونس وقال بأن القضاء ليس في وضع سليم يقول هناك تخوفات على استقلالية القضاء ويأكد في تصريحات ليه اليوم بأنه فما بعض القضاء قاعدين يقوموا بالصنصرة الذاتية قل وحنا لوتو سونسور يعني هسوا على رويحهم ويتصرفوا من رويحهم فمش كما يقولوا تعليمات بش يعملوا هكا ولا يعملوا هكا ولكن فما لوتو سونسور يقول بأن القاضي وقت ليشعر بالخوف لا يمارس قناعاته ولا يستطيع أن يحكم بالعدل تقريبا لكلم هيدا سمعته في تصريح ما عنده نهارين هكاكا لمحمد عبر في تصريحات أعلامية يقول بأنه قلة 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 قليلة من القضاءات اللي هما يمارسوا القناعات متاحه ولكن يقول لك القاضي معناه نزيه وكل شيء يعمل كل شيء إما في القضايا السياسية يخاف ويقول يعمل له توسونسور متاعه وحده نفس الكلمة استعملها الزوز ويقول لك اكها واذكها وإذا مش نخالف في السياسة معناه مش نقاروحي اخسرت ماكينتي وماكينتي الاجتماعية المرموقة وإلى غير ذلك فبالتالي يقول لك باش يخاف ويعتمد في حجته على أنه معناه يخافوا من العزل ببساطة يعزلهم رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا اللي قالوا عميد المحامين التونسيين الأستاذ حاتم امزيه وبي يقولوا أنه احسسوا بالخاف ما يخليشوا يمارس القناعات متاحه ولا يستطيع أن يحكم بالعدل يقول بأنه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين لا تريد أن يخضع القضاء إلى أي سلطة أو جهة أو أي قوة نفوذ مالي ليتمكن من الحكم في إيطار العدالة والنزاه وقال أنه هيئة المحامين ادعت في أكثر من مناسبة إلى محاسبة الفساد المالي والسياسي وغيره ولكن لا بد أنه تكون المحاسبة في إيطار عادل في دولة تحترم قرينة البراءة وقضاء مستقل دون ضغوطات عليه حسب تعبيره نفكروا بأنه في قضية الإيقافات فما برشة كلم تقالوا برشة تصريحات الرئيس يقول دلائل معناها ثابتة وقراءة ثابتة المحامين يقولوا أنه ملفات فارغة طبعاً بيش توضح الصورة وتكون واضحة لازم الجهة الرسمية تقدم الملفات فما برشة ناسة حكيت على حكيت الملفات فارغة محامين كما لأستاذ عميد بن حليمة يقولك ش معناها أنه المحام يقول ملف فارغ والرئيس يقول فما دلائل هذا يشير عميد بن حليمة إلى أنه يعني ممكن الأدلة اللي موجودين عند قيشة سعيد رئيس الجمهورية مش موجودين في الملف هذا هو شنو يشير